السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم اخواني واخوات من جديد على قناة المصمم العربي درسنا لهذا اليوم سوف يكون حول كيفية تصميم طائر ورقي كما تشاهدونه معي الان على برنامج الالستريتور سي سي الفين وخمسة عشر تابعوا الدرس الان بعد هذا الفاصل سلام الله عليكم زوار قناة معلومتي مرحبا بكم جميعا على قناة المعلومات والحقائق المذهشة في مختلف المجالات كل ما عليك فعله للتواصل بكل جديدنا التغطي على زر اشتراك ثم زر الجرس لتفعيل خاصية التواصل باشعارات القناة لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل شديد على قناة معلومتي نبدأ على بركة الله اولا سنقوم بتقليص الشعار او الطائر الورقي ثم نضعه في هذه الزاوية هنا بعد ذلك سنقوم ونختار اداة قبل ذلك سنختار اللون الابيض ثم نقوم باختيار ثم يكون سمك واحد ثم نقوم باختيار اداة او الضغط على حرف ثم نقوم برسم متلت سيكون قائم الزاوية كما تشاهدون معي الان هكذا جيد بعد ذلك سنقوم بالضغط على حرف للحصول على اداة ثم نقوم ونختار اداة مرة تانية كما تشاهدون معي الان بعد ذلك سنقوم برسم عنق الطائر الورقي كما تشاهدون معي الان هكذا ثم نعود الى في ثم نقوم ونختار نقوم بتصميم الرأس على هذا الشكل كما تشاهدون معي الان جيد ثم ثم نقوم برسم التيل للطائر على هذا الشكل كما تشاهدون الطائر الورقي كما تشاهدون معي الان هذه هي الطريقة بعد ذلك سنقوم بتحويل هذا الشكل الذي هو عبارة عن ستروك طائر عبارة عن ستروك الى طائر عبارة عن فيل لكي نقوم بتلوينه نقوم باختيار هذا اللون يا لو كما تشاهدون معي الان ثم نحصل على هذه النتيجة هذا درس بسيط للغاية اتمنى ان ينال اجابكم لا تنسى بالضغط على زر سبسكرايب للاشتراك في القناة والتوصل بكل جديد قناة المصمم العربي اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا بالضغط على زر لايك وايضا عمل شير للفيديو ليستفيد غيركم دنتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته